ما بعرفش اغني خالص ناس فوق ناس تحت هي كده بتمشي ناس فوق ناس تحت ولا اي دي بويب بيبي انا ميل مجاري مبين مارس اي رياضة هنا بنجروا ميل قتاري بس ازايك انا كويس جدا الحمد لله اول حاجة ألف مبروك على بلتو متشكر جدا عصوم كنت خايف تاخد دور بلتو بص يا نورو انا ما كنتش خايف انا كنت حاسس ان الوقت ده ممكن ما بقاش وقت مناسب ان انا اتقدم للناس وانا شخصية رأسية في عشر حلايات بجانب ده مش مخرج مثلا انا عادي وعايزني في دور فانا بفكر اشوف مصلحتي في ايه لا ده كمان صاحبي فصاحبي اول اخراج ليه وانا واثق فيه جدا وعارف ان او حمل شغل حلو جدا فشغل حلو طب ما نجيب ممثل احسن ما نجيب ممثل مشهور اكتر عنده متابعين اكتر الناس بتحبه اكتر هيعملوا مسلسل قوي خفت انا اللي اكون عبا واصله الشغل بس بعد كده عمر تمسك بي والنصيب ربنا خلاني اعمله المشهد الويند فيرل جدا على سوشال ميديا بتاع المكالمة بتاع عاطف وامامته تحكينا اكتر عبيوينزي سينز ده المشهد ده المشهد ده بحبه جدا والمكالمة دي تقررت حياتي انا مع امي بس كنت بقولها النص الاول بس من المكالمة يعني كنت تسألني انت عامل ايه امي في اسكندريا هنا هنا فانت عامل ايه فاقول لا انا تمام فتقول لي امي لسو تكملو فقول لا انا كويس لسه صاحي بس شوية واو هكلمك امهاتنا بيزعلو اكتر مننا فامي لو عرفت ان انا مسلا في حاجة هتبقى قاعدة حزينة اكتر من انا حزينة على الموقف اللي انا فيه فبتجنب ان انا دخلها في كده خلص فجيت بقى في السين ده عادت كده ومسكت المشهد ده وقلت انا عايز اعمل المكالمة اللي انا كنت ما بقولاش لأمي طول الوقت احاولها من المرة دي وانا بمسل عاطفة من خلال الريسوش البوسيط اللي احنا عملناها عنك هنقولك شوية معلومات كده وانت تقولينا صح ولا لأ ولو غلط تقولينا ان صح ولو صح تحكي لنا بقى دي تايلز اكتر انت من محرم بيك اسكندريا صح ايه بقى ذكريتك مع اسكندريا محرم بي انا محرم بي وعيشت في اكتر من منطقة فيها ولسه موجود البيت لحد دلوقتي هناك ذكريتي كل حاجة اتربيت هناك كبيرت هناك بتمثل من 2010 من قبل 2010 من 2008 بس ما سرح لكن فكرة تمثيل اعمل مشاهد وكده حوالي 2011 اول حاجة ثلاثة في عشرين اعلان واول واحد كان بتاعت صلاة 2013 لا كان في اعلان قبليه فودافون بس محدش عارف عنه حاجة ده خالص ده كان اول حاجة ده كان في 2011 اظهر دور عملته كان في لاتو في الشمس اوه كان صغير بتاعت ودفع الشمس بس عملت ايه اصغر اوه كان اصغر حاجة المفروض كان حيبقى فيه مشاهد بس مرة واحدة روحت لاتني بقول مشاهد وبعد كده بقى كل الحاجات كده تشيلت حاجة كده طب ايه الادوار اللي حسيت ان هي يعني كان صغيرة بس كانت مهمة بالنسبالك وانا ادخل للا اشتغل اي حاجة بحس ان هي الحاجة دي اللي انا عايز اشتغالها حتى لو بقول جملة بقى كني الجملة دي هي كل حياتي انا عايز ابقى كويس فيه وخلاص السكتشات هي اللي قدمتك للجمهور اكبر ولا الافلام القصيرة انا ما تقدمتش للجمهور اكبر خالص غير من اول انصاف مجانين والاختيار والاختيار بالذات الاختيار الجوز التاني والجمهور حقيقي بقى هو بلتو سوتس عمل كده شوية بس الجمهور الجمهور اكبر هو بلتو السكتشات بقى عرفتني بس من غير ما اتعرف مين اللي عامل السكتشات السكتشات بس معرفتنيش انا انتعرف السكتشات اصلا نفس مخرج مسلسل بلتو استاذ عمر المهندس وفيلم قصير اول فيلم عمر عمله كنت انا اللي بطرس السنة كنت انا اللي فيه فاحنا عملنا الفيلم بعد كده عادنا شوية بعد كده جات السكتشات فعادنا نشتغل عليها وبعد كده عملنا السكتشات السكتشات كانت جميلة جدا واحنا بنحب ما فيش حاجة اسمها يعني ناخد الحاجة ونشتغلها لأ بنوعد نشتغل عليها اكتر نطلع منها كوميديا اكتر ايه اللي الناس هتحبوا ايه اللي مش هتحبوا فالحمدالله من اكتر ثلاثة او حاجة الناس حبتهم جدا جدا وانتشروا كتير انت خريج اداب قسم مسرح واخرجت مسرحات قبل كده اه خريج اداب قسم مسرح جامعة اسكندرية واخرجت ثلاث عروض مسرحية وما كنتش بخرج عشان خاطر عايزة بمخرج مسرح بس كنت فيه مواضيع نفسي اقدمها فكنت بجيب النص المسرحي لو عالمي او حاجة واشتغل علي اعمله اعداد بما يواكب يعني احنا عندنا هنا وبتاعه وبقدمه اخر مسرحية كانت اخرجتها كان اسمها اكرميلا كان نص اسباني وانا عملت اعداد لي عليه وكان ديودراما كنت انا وصديقتي سالي السيد تعرفت غني راب؟ بس مع الرابسين كله بحب ناس كتير منهم بحب مراوان بابلو وابلو انوار ويكز وابيوسيف وليجيسي جدا مبعرفش غني خالص بس الراب يعني بنحسه قريب مننا وحسه بيتكلم بيتكلم بلسان احنا بحس ان الواحد تعب شوية من اغاني الحب والفراء بحس ان الراب بيدي كده حتى لو في حاجة شبه كده انت قادرة تعديها وقادرة شوف نفسك بشكل تاني في اغاني كتير من الراب كانت بتمس بتمس سني انا شخصيا في سكيتي انا بحاول امثله بتاعه واكتر حد كان كده كان مراوان بابلو بابلو عنده اغنية اسمها دون واغنية اسمها ابو مكة بحبها جدا وبحب اتاري اتاري اكتر تراك امام كان افضل اسمعه طول الحياة كريم عبدالعزيز كان من الناس اللي شجعتك انك تكمل تمسيرك دكتور بيتر ميمي لما اختارني الاختيار الجزء التاني من الايام اللي انا ممكن ما انساهاش في حياتي لان كان ما كانش فيه حاجة قابليها خالص في ساعتها ومرة واحدة لقيت التليفون فقابلني وقاللي انت هتعمل اخو كريم عبدالعزيز فكت مفاجأة كبيرة فلما اشتغلنا في اول يوم تصوير السوس كريم قاللي كلام حلو جدا الكلام ده اداني طاقة اللي انا انا ماشي كويس طب انت ليه كنت بتقول ان انت مش عايز تكمل اعلانات عشان خطرة انا اشتغلت اعلانات كتير اول ما بدأت لان ما كانش فيه حل غيرها كانت هي المنفذ الوحيد عشان امثل عشان اطلق عشان اتصور قدام كاميرا لان الحاجات الدراما موت موت في مصر عشان تعرفي تلدي دور عشان تعرفي تعمل حاجة بصعوبة جدا 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 وانا يمكن بالت وفرحان بنجاحه اكتر من انا فرحان ان انا الحمد لله ربنا اكرمني وان شاء الله النجاح يكمل يعني بس اكتر فرحتي بيه ان ممكن يخلي صناع الدراما في مصر يبصوا بص ان فيه شباب كتير موهوبين اكتر مني وشاطرين اكتر مني كمان ممكن يبصوا لهم بص حلوة ويدلهم ادور حتى مش مهم ابتلات بس يخلوهم يخلطوهم في جوه المسلسلات شباب موجودين في كل حتة في مصر في معطنو مصرحية وخسام مصرح في كل حتة وفي اصول الثقافة موهوبين حقيقيين احسن مني مليون مرة ممكن يتشافوا حيبقوا فايدة لنا في الفلد كله